اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آية في حكاية وآيتنا النهاردة من نحمية 22 يقول القديس نحمية النبي إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني فأنا عايز أتكلمكم النهاردة على إزاي نشتغل مع بعض فإحنا كتير لما بنيجي نشتغل مع بعض ينتهي الشغل في أحيان كتير بخناقة أو بزعل فهقول لكم سبع حاجات نتعلم منهم لما نيجي نشتغل مع بعض إزاي ننجز العمل بنجاح وفي نفس الوقت نطلع حبايب من غير محد يزعل من حد والموضوع دوت مهم في البيت مهم في الخدمة مهم في شغلك مهم في كل مكان بتتعامل فيه مع ناس وبتشتغل معهم عمل مشترك أول حاجة من القواعد دي هي كل واحد فينا ينتبه لعمل نفسه وما يقيمش عمل أخيه إن كان بيشتغل أكتر أو أقل إن دي مشكلة كبيرة كل واحد فينا يقول للتاني أنا اشتغلت أكتر منك أنت قاعد طول نهار مريح وانا اللي عملت الشغل كله أنت الجزء بتاعك الوظيفة بتاعتك لو مؤسمين الشغل ده كل واحد اللي عليه جزء من العمل تمم عملك بأمانة وبنجاح ما تبصش لأخوك ولا تقيم إن كان اشتغل أو ما اشتغلش الحاجة التانية لا تقارن بين عملك وعمل أخيك وما تقولش أنا فيهم أحلى من التاني يا ترى أما أنا عملت الشغل ده كان أحلى ولا فلان لما عمله كان أحلى مش فرقة المهم إن أنت تعمل العمل بنجاح أنت حلو وهو حلو كل واحد فيكم شاطر يعمل بطريقة وكل واحد فينا شخصيته بتنضح على العمل بتاعه فإيه المانا أن نكون كل واحد فينا عمل ومختلف شوية عن التاني لكن ما فيش واحد أحلى وأوحش الحاجة التالتة وإنت شغال مع حد ما تقعدش طول ما أنت شغال معاه تلقى عليه دروس وتعلمه وتقوله تعليمات لحد ما يزهق منك فلو كنين يبنوا مع بعض واحد عمل يقول التاني لا 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 أنت عملت كده غلط لا صلح لا أنت نزل إيدك شوية ارفع إيدك شوية تحصل مشكلة الشاطر ما يقعدش يدي دروس لأخوه وهو شغال معاه ولو حبيت إنك توجهه وجهه بتتضعه بمحبة لو أخوك سألك اللي بيشتغل معاك إنك تعلمه تعلمه بتواضع وما تخفيش عنه اللي أنت تعرفه لأن أحيانا لما بنشتغل مع بعض نخبي عن بعض حاجات يقول لك أصل دي سر المهنة أو يعني ما يدهوش لحد أنت كفاية عليك كده لكن الأمين الحلو الشاطر اللي الناس تحبوا يحبوا يشتغلوا معاه ما يخفيش أسرار الشغل عن اللي بيشتغلوا معاه لكن بالعكس يكبر أخواته وينميهم لو أنت في عمل مش أعرف تعمله كويس اسأل فيه برضو دي حاجة كويسة إن الواحد فينا لا يكابر في الفتكر نفسه يعرف كل حاجة ويفهم كل حاجة الفكرة ممكن يكون الأصغر مني والأحدث مني ممكن يكون يعرف أفضل مني في أمور معينة فمش دايما القصة بعدد السنين فإيه المنع أن احنا نتشارك معا ونسأل بعض والكبير يسأل الصغير والصغير يسمع للكبير وكلنا نتعلم من بعض وكل واحد فينا ليه مواهب حاجة كمان انضعف أحد إخواتنا وقت الشغل ونسحب من الشغل نظهر ليه محبة وما نوبخهوش فردنا واحنا شغالين مع بعض واحد جاله كسل ولا جاله ملل ولا جاله حاجة ونسحب من الشغل وقال أنا مش مكمل معاكم وماله نقول له متشكرين الجزء اللي انت عملته ده برفع عليك فيه وحلو خالص وارتح شوية ولما ترجع بباب مفتوح تفضل تنور لكن ما نعودش نلومه على ضعفه حاجة أخيرة بقى لو شفت ضعف في عمل أخيك ما تنشرهوش بين البقيين وما تقولش أنا اشتغلت أحسن منه واكتر منه ده كنا بيعلمونا لما نشتغل اتنين مع بعض كل واحد فينا ينسب العمل والنجاح كان عمل نجح للآخر مش ننسب الفشل للآخر وانسب النجاح لي لكن العكس انسب النجاح للآخر وما فيش مانع لو قلت السبب الضعف ده أصلحنا ما خدناش بالنا وانسب احط نفسي مع أخوه حتى لو كان هو السبب الوحيد فيه وهكذا ينجح كل عمل لبنا يكون معاكم إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني ومع بعض مش لوحد مش كل واحد لوحده لربنا المجد دائما أبدا جنقا